نبدأ ساعتنا الثانية مع هذا الموضوع لطالما سمعنا وناقشنا ظاهرة تنمر الطلبة على بعضهم في المدالس ولكن الأمر الذي يصعب تصوره من قبل الأباء هو تنمر بعض الأساتذة على الطلب إذ كان أو إن كان لفظيا بسخرية أو التهديد أو جسديا بحجة العقاب للتربية وهذا النوع من التنمر له أثار أكثر خطورة فالمعلم بالنسبة للصالب قدوة وأي سلوك سيء من قبله ينعكس على التلميذ ويبقى محفورا في ذاكرته ويؤثر على مستقبله لتفاصيل أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الكويت الاستشاري التعليمي والتربوي الدكتور عبد العزيز أبال صباح الخير دكتور عبد العزيز هذا الموضوع طبعا هو موجود من الأول وكلنا تعرضنا لهذا الموقف ولكن ما زال هناك هذه المواقف التي تحصل من قبل المعلم للطالب إلى أي مدى هذا الأمر يؤثر على المستوى التحصيلي للطالب عليكم السلام صباح الخير التأثير نقدر نقول أن احتمال كبير يكون أقوى من التأثير إذا طالب تنمر على طالب آخر لأن المعلم مفروض يكون قدوة مفروض يكون هو الأساس هو اللي يعلم الطالب فلما يحصل هذا شيء من المعلم من المؤكد أن الطالب أو الطالبة راح يتأثرون تأثير كبير طيب يعني دكتور عبد العزيز يمكن أن المنظومة التعليمية دايما إحنا متعودين أنها تربوية وليست تعليمية فقط يعني هو قدوة لكل طلاب قبل أن يكون معلمة خليني أسألك تأثير السلوك السيء لما يكون من هذه القدوة كيف يؤثر سلبا على نفسية الطالب كيف يؤثر على مستقبله وشخصيته فيما بعد من خلال التحدث مع كثيرين من الناس من أولياء الأمور مثلا أو الطلبة نلاقي أن يتذكرون بالتفصيل لحظة تنمر معلم عليهم والتأثير يكون دايما مدى طويل مثلا يعني أكثر تأثير نشوفه أن الطالب ما يحب المادة لذلك ممكن الدرجات تنزل بهذه المادة وما يبدو الجهد فيها ونلاقي أن المعدل ممكن يتأثر ومستقبل الطالب ممكن يتأثر أو يعني يأخذ مجرى آخر بسبب التنمر هذا من هذا المعلم ونحن بنفس الوقت نلاقي أن الطالب اللي يحب المعلم أو المعلمة ماته نلاقي أنه يبدع في هذه المادة فالتأثير ممكن يكون لحظة على نفسية الطالب لكن يأثر على مستقبله بصورة دائمة هل هي تعتبر يعني ما بين الحالات اللي أكيد يعني جاتك هل هي أكثر حدوثا عند المراحل الأولى اللي هي المراحل التأسيسية خصوصا أنها تأثر بشكل سلبي على شخصية الطالب إذا كان في أول خمس سنوات يعني أكثر المراحل اللي تتأثر هي مرحلة الابتدائية والمتوسطة لأن المراحل الثانوية الأخرى المتقدمة الطالب ممكن يرد ممكن يكون هو بنى شخصية وما تأثر علي لكن إذا نرجع للابتدائي والمتوسط والله ما كنا نقدر نرد يا دكتور الطالب هنا يكون على حسب يعني على حسب لكن إذا أي شخص يعني حتى لو أسألكم أنت وتتذكرون لحظة فيها معلمة ومعلمة تنمرت عليكم على طول احتمال كبير ترجعون إلى هذه الفصول المراحل الابتدائية والمتوسطة لأن الطالب أو الطالب ما عنده القدرة على الرد وأيضا يكون حساس أكثر من الطفل الأكبر بسنة يمكن خاصة دكتور تنمر اللفظي بالسخرية أنه يقول لك يا بدين يا غبي تعال هنا اعمل كده يمكن هذا يؤثر على ثقة الشخص بنفسه فيما بعد يعني إحنا نبني أجيال نبني شخصيات أنه ستكون مفروض تكون سوية في هذا المجتمع التي تتعامل مع الآخرين هل ممكن تأثر على النفسي غير النفسية الثقة بالنفس دكتور كل شيء ممكن يتأثر مروا ممكن المستقبل للطالب ممكن الثقة بالنفس ممكن نحن قاعدين نأثر على هذا الطالب لما بكرة يكبر ويصير أب بالتعامل مثلا مع عياله مع زوجته مع المجتمع مع عمله فالتأثير كبير يعني ما نقدر نقول هو بس تأثير معين وخلاص يعني خليني أذكر نقطة مهمة جدا المشكلة عندنا في النظام التعليمي أنه فيه اعتقاد أن الشخص اللي يتم أو يأخذ شهادة البكالوريوس في التعليم أنه هو مهيئ أنه يقوم في مسؤولية التعليم والكلام هذا غلط الشخص اللي يأخذ البكالوريوس وهو شخص قدر أنه يأخذ الشهادة هذه فقط لكن نفسيا ما ندري إذا هو مستعد ما ندري إذا عنده طول البال إذا سعة الصدر عنده أنه هو يتعامل مع المسؤولية وضغوطات التعليم لذلك أنا دائما لما أتكلم عن هذا الموضوع أرشح فكرة رخصة التعليم لازم المعلم يحصل على رخصة التعليم لازم يحصل على تدريب ميداني أقل شيء ثلاث سنوات عشان نحن نكون متأكدين أن هذا المعلم فاهم كل الأمور التربوية والتعليمية ومنها آثار التنمر على الطلبة المعلمين اللي للأسف يقوموا بالتنمر على الطلاب ممكن هم يستخدموا هذا الأسلوب بهدف أنه ترهيب تخويف عشان يحترموني الطلبة كيف ترد عليهم من وجهة نظر طبعا مستشرة الترهيب والترهيب ليس من صفات المعلم لذلك لا نستطيع أن نطلق لقب معلم على هذا الشخص هذا الشخص لازم الإدارة تتصرف معه تصرف حاد وجدي ويكون فيه لفت نظر ويكون فيه إعادة تأهيل أيضا إذا لجينا أنه فيه معلم قاعد يسوي هذا الشيء لازم يدخل في إعادة تأهيل أنه يعرف مظهر الشيء الذي قاعد يسويه ويفهم التعليم أن التعليم هو لعب هو متعة وليس ترهيب وتخويف يمكن قد يؤدي ذلك دكتور إلى كره المنظومة التعليمية بأكملها بسبب التعرض لتنمر اللفظي وحتى الجسدي في بعض الأوقات كنوع من تعنيف الطفل دكتور خلينا أسألك هل التنمر قد يكون دائرة مغلقة لا تخلص أنه ممكن هذا الشخص التعرض للتنمر قد يتنمر كما ذكرت على زوجته وعلى أولاده هل يرفع من أوامل الخطورة في هذا الموضوع من المؤكد أن الطفل الذي يتنمر أو يتنمر عليه هو يتنمر على الناس الثاني لكن لما نأخذ حالة مثلا أن الطالب تنمر على طالب آخر أغلب الأوقات نتعامل مع المتنمر عليه ونتغاضى النظر على المتنمر نفسه إذا نبي نحل المسألة لازم نشوف المتنمر نفسه هو ليش قاعد يتنمر؟ أكيد هناك أحد يتنمر عليه يمكن أبوه يمكن أمه يمكن طلبه ثانيين يمكن معلم فلما يصير عندنا التنمر نحن لازم نتعامل مع الحالتين المتنمر والآخر المتنمر عليه أن نحن نحل هذه المسألة شكرا جزيلا لك كنت أمانا ملكويت لستشارة سالي موطر بويد دكتورة دلازيزة برل شكرا جزيلا لك